التغذية والجهاز الهضمي نصائح لتحسين الهضم الجهاز الهضمي هو النظام المسؤول عن معالجة الطعام الذي نتناوله وتفكيكه إلى عناصر غذائية يمكن انتصاصها واستخدامها في الجسم يعتبر الهضم السليم أساساً لصحة جيدة حيث يؤثر بشكل مباشر على مستويات الطاقة والمزاج والمناعة وحتى الوزن في هذا المقال سنقدم لك بعض النصائح لتحسين الهضم والحفاظ على صحة جهازك الهضمي واحد، تناول الأطعمة الغنية بالألياف الألياف تلعب دوراً مهماً في تحسين عملية الهضم تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تحفيز حركة الأمعاء ومنع الإمساب تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه مثل التفاح والموز والتوت الخضروات مثل السبانخ والبروكلي والجزر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني اثنان، شرب الكثير من ألماء ألماء أساسي لعملية الهضم السليم يساعد على تليين الطعام ويسهل مروره عبر الأمعاء كما أن شرب الماء بانتظام يحسن انتصاص العناصر الغذائية ويمنع الجفاف مما يمكن أن يؤدي إلى الإمساب ثلاث، تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من تناول وجبات ضخمة يمكن تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم هذا يخفف من الضغط على الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم كما يساعد ذلك في الحفاظ على مستوى ثابت للطاقة أربع، مضغ الطعام جيدا الهضم يبدأ من الفم كلما تم مضغ الطعام بشكل جيد كان من السهل هضمه في المعدة لا تتعجل أثناء تناول الطعام وحاول أن تأخذ وقتك في مضغ الطعام جيدا خمس، تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية الأطعمة الدهنية وخاصة الأطعمة المقلية والدهنية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل هضمية مثل حرقة المعدة أو عصر الهضم حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واختيار خيارات صحية مثل الزيوت النباتية أو الأسماك الدهنية 6- ممارسة الرياضة بانتظام النشاط البدني المنتظم يعزز من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ويساعد على تحسين الحركة المعوية حتى المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الجهاز الهضمي 7- تجنب التوتر والضغوط النفسية التوتر والضغوط النفسية يمكن أن يؤثر سلبا على عملية الهضم حيث يمكن أن يؤديان إلى مشاكل مثل القلق والغثيان والإمسال حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليغى لتقليل مستويات التوتر 8- استفد من البروبيوتيك البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تساعد في الحفاظ على توازن الأمعاء وتحسين الهضم يمكنك الحصول على البروبيوتيك من الأطعمة مثل الزبادي والكفير والمخللات 9- تجنب الإفراط في تناول الكافيين الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة الحموضة حاول تقليل كمية الكافيين التي تتناولها أو استبداله بشاي الأعشاب أو المياه المعدنية 10- راقب ردود فعل جسمك تجاه بعض الأطعمة بعض الأطعمة قد تسبب لك مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات 11- حاول مراقبة ردود فعل جسمك تجاه بعض الأطعمة وتجنب الأطعمة التي تسبب لك عدم الراحة تحيطيت بالأطعمة على الفعل أوضج لك أيهاтра اشتركوا في القناة